جامعة الموصل تستأنف مواسمها الدراسية في ظروف صعبة بعد أن استعادتها القوات الأمنية من تنظيم داعش هذا العام الجامعة لحق بها ما لحق بكل المؤسسات الحكومية من دمار وخراب واسع لكن إصرار كوادرها وطلبتها على إعادة الحياة إليها كان أقوى من كل شيء قاعة الدراسية غير مؤهلة بذلنا جهود كبيرة نحن والطلبة نظفنا القاعات أهيئناها بدأنا توزيع المواد على التدريسين التي تزموا في المحاضرات بناية كلية الاقتصاد هي واحدة من البناية القليلة في الجامعة التي لم تتعرض لأذى كبير فالسقف المحطم والأبواب والنوافذ المكسورة والقطاع الكهرباء كلها عوامل تجعل الدراسة صعبة بالإضافة إلى الانقطاع الطويل عن مقاعد الدراسة كنا نسينا المواد نسينا أغلب الأشياء التي درسناها ما مثل المواد استمر أربع سنين قطعت الفترة عن النفاء كده واجهنا صعوبة مرجعنا لدينا دراسة من جديد الطلاب هنا تنتابهم مشاعر الحزن على جامعتهم المدمرة لكن العلم والمعرفة يدفعانهم إلى الاستمرار في الدراسة بغض النظر عن صعوبة الظروف والعوائق في المدينة التي ما زالت تقف في وجه الموت بكل أسباب الحياة ترجمة نانسي قنقر